الخليل التي تعد أكبر المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية يوجد فيها الحرم الإبراهيمي نسبة إلى نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ تعد مقصداً لكثير من السياح والزائرين من مختلف دول العالم للتعرف على حضارتها وتاريخها وثقافتها وهويتها الفلسطينية التي يحاول الاحتلال تزويرها دائماً أما البلدة القديمة المعروفة ببنيانها التاريخي وحجارتها الأثرية وقبابها وبيوتها العتيقة تعد عاملاً رئيسياً في استقطاب الزائرين إليها البلدة القديمة في الخليل هي منطقة تاريخية وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو وهي في ذات الوقت مدرجة على قائمة المدن التاريخية على مستوى إقليمي فهي وجهة سياحية من الدرجة الأولى أو يجب أن تكون كذلك خصوصاً وأنها لا تبعد سوى 25 كيلومتر عن مدينة بيت لحم وحط الحجاج الأوروبيين والمسيحيين فبالتالي البلدة القديمة بالإضافة إلى كونها منطقة تاريخية تزخر بالمقتنيات وبالمواقع التاريخية والمواقع التراثية يوجد بها الحرم الإبراهيمي وهو درة تاج البلدة القديمة وعلى إحدى تلال مدينة الخليل تقع كنيسة المسكوبية الروسية التي تمتاز بالقباب الذهبية والجدران القديمة حيث يمتد تاريخها إلى أكثر من 130 عاماً حسب بعض المؤرخين إذ تضم قلعة وبيوتاً للرهبان وبعض القبور القديمة ويوجد في نفس المكان بلوطة سيدنا إبراهيم التي يقدر عمرها بخمسة آلاف عام مما يجعلها مكاناً يأمه السياح والزائرون بلوطة سيدنا إبراهيم وكنيسة المسكوبية واحدة من أهم المعالم السياحية الموجودة في الخليل يزورها كل عام أكثر من نصف مليون زائر تعتبر مكان مهم جداً خاصةً للمسيحيين الروس البزور المنطقة القادمين من روسيا والدول المجاورة لإلها تحتوي على بلوطة سيدنا إبراهيم التي تعتبر واحدة من أقدم الشجر في العالم عمرها يزيد عن خمسة آلاف عام بالإضافة أيضاً لمبنى الكنيسة التي تم بناءه قبل أكثر من 80 عام ويحتوي هذا المبنى على مكان للصلاة فبالتالي يرتادوا بعض رجال الدين من أجل الصلاة فيه وتعتبر أهمية كبيرة جداً هي هذه المنطقة بحاجة لاهتمام أكثر خاصةً لتوجيه السواح البزور الفلسطين للتعرف على هذه المنطقة والتعرف على أهميتها التاريخية الاهتمام بالمناطق السياحية والعمل على ترميمها يعد عاملاً أساسياً في جذب السياح والزائرين من مختلف دول العالم لكل المناطق السياحية هنا التي من شأنها أن تساعد في إظهار وجه الحضارة والهوية الثقافية والتاريخ الذي يحاول الاحتلال السرقته وتزويره وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية تقع برك السلطان سليمان القانوني التي أنشئت في قرية أرطاس عام 943 هجرياً والتي كانت مصدراً للمياه في مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة حيث كانت عيون الماء تصب في البرك الثلاث قبل عمليات التضييق وبناء المستوطنات في المنطقة التي تتعرض لهجمة استيطانية في محاولة لتغيير الحقائق وتزوير التاريخ فلسطين هي مقصداً سياحياً هاماً لكل أنحاء العالم فهناك موقع واحد به كنيسة المهد وهناك موقع واحد به كبة الصخرة وهناك موقع واحد به كنيسة القيامة وهناك موقع واحد به برك سليمان التاريخية التي بها منظومة هائلة من الهندسة المعمارية والمائية القديمة وهناك موقع واحد للحرم الإبراهيمي فأبت جميع أب إبراهيم وجميع الديانات التي انبثقت من هذه الأرض نعم أكيد هذا موقع وموقع سياحي من الدرجة الأولى إن كان موقع سياحي للحجيج لكافة أنحاء العالم لكافة الإنسانية والبشرية بالأجمع وإن كان كسياحة فقافية أما كنيسة المهد التي تعد من أهم الأماكن المقدسة وأقدمها لدى المسيحيين من جميع أبناء الطوائف والتي ولد فيها المسيح عيسى عليه السلام أدرجت قبل سبعة أعوام كموقع تراثي في لوائح التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ويحج إليها ملايين المسيحيين لزيارتها خاصة في أيام أعياد الميلاد المجيد إذ وصل عدد الزائرين إلى قرابة ثلاثة ملايين سائح خلال عام 2018 في فلسطين بشكل عام فلسطين بشكل عام وبيت لحم وما يحيط فيها هي مقصد سياحي هام لكل أبناء البشرية سجلت في العام الماضي أعداد كبيرة من السياح والزوار والحجاجة لدنيتون إلى هنا إلى فلسطين وتحديدا إلى مدينة بيت لحم والقدس لزيارة الأماكن الدينية والتاريخية وعلى رأسها هذه الموقع كنيسة المهد هذا الموقع الذي هو مسجل على لاحة التراث العالمي والذي يعتبر مقصد هاما للسياحة الدينية ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تضليل السائح القادم إلى فلسطين من خلال تسمية بعض المناطق على أنها إسرائيلية في الوقت الذي يحذر فيه الزائرين من زيارة مناطق الضفة الغربية ويروج أنها غير آمنة